يا أهلا فيكم يا تحييهم مرحبا بالجميع أقول مهما يصير يكون مستوى الكيد فكيد النساء تخصصهم وهم أدراء في الكيد مهما وصلوا الرجال من الكيد فالنساء كيدهن أكبر المهم قال الزوج ابو خلف في يوم من الأيام الزوجتهم خلف الله يم خلف تدرين كم صار لنا متزوجين قالت له زوجتهم خلف وليش السؤال يا ابو خلف مليت مني تبي تتزوج علي ولا حاس انك بتموت قال لها زوجها ابو خلف ما كنت أقصد شيء يم خلف وعلى طاري الموت إذا أنا مت تتزوجين قالت له زوجتهم خلف أكيد لا مستحيل قال لها زوجها ابو خلف ليش مستحيل يم خلف تراني مسحامحك قالت له زوجتهم خلف وأنت يا ابو خلف بتتزوج إذا أنا مت قال لها زوجها ابو خلف يتمتم بصراحة مدري قالت له زوجتهم خلف إذا أنا مت تزوج تراني مسامحتك بس تنتظر لين ينشف قبري هذه وصيتي لك قال لها زوجها ابو خلف عقب عمر طويل يم خلف ويقول في نفسه كلها أسبوع ويصير القبر يابس المهم قالت له زوجتهم خلف تعاهدني يا ابو خلف على تنفيذ وصيتي قال لها زوجها ابو خلف إن شاء الله وبعد شهرين انتقلت الزوجها ابو خلف إلى رحمة الله تعالى وبدأ الزوج ابو خلف يزور قبر زوجتهم خلف يومياً قبل الذهاب إلى المسجد لصلاة المغرب وكان ابو خلف دايم يجد القبر رطب استمر الحال شهور وفي مساء يوم بعد أن انتهى من زيارة قبر زوجته يحدث نفسه ويقول إن زوجتي يم خلف مرة مؤمنة كل القبور يابسة إلا قبرها فلذلك لن أتزوج عليها وسوف أحج نيابة عنها هذه السنة وجاء موعد الذهاب إلى الحج فقرر أبو خلف أن يزور قبر زوجتهم خلف قبل الذهاب إلى المطار ذهب إلى المقبرة وكانت المفاجأة وش المفاجأة أقولها لكم في القصة القادمة إن شاء الله ودمتم بحفظ الله ورعاية الله ومع السلامة يا هلا فيكم يا تحييهم وقفنا في المرة الماضية يوم جاء موعد ذهاب أبو خلف إلى الحج فقرر أبو خلف أن يزور قبر زوجتهم خلف قبل ذهابه إلى المطار المهم ذهاب أبو خلف إلى المقبرة وكانت المفاجأة تفاجأ أبو خلف بخزوجته خليفة وهو يصب ماء على القبر فامسكه أبو خلف وسأله وقال له وش تسوي هنا قال له خليفة إن اختيم خلف أوصتني إني أصب ماء على قبرها كل يوم وأني ما أتوقف حتى تموت أنت يا أبو خلف قال له أبو خلف وليش؟ قال له خليفة يا نختي أم خلف قالت لي إنك ما تحب إنك تشوف قبرها يابس قال له أبو خلف فعلا إن كيدهن عظيم حتى وهن ميتات افرد خليفة على أبو خلف معقب على كلامه وهو يقول فعلا إنهن مزعجات حتى وهن ميتات وأنا أعقب بعد وأقول يستاهل بخلف اللجاه جزاه وأقل من جزاه أجل يبي يعرس مقادر يعيش على ذكراها أحيانا كيد النساء من اللي يشوفنه من أرجالهم وتقبلوا تحياتي وفي أمان الله مع السلامة